لا تترك الحرب في اليمن قطاعاً من قطاعات الحياة إلا وألقت بظلالها القاتمة عليه التعليم واحد من تلك القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر مع وجود قرابة المليوني طالب لم يستطيعوا إكمال دراستهم أي ما يقارب ثلث الطلاب فيما بلغ عدد المدارس المغلقة بسبب تضررها أو استضافتها للنازحين أكثر من ألف ومئة مدرسة حسب تقديرات الأمم المتحدة هذا فضاً عن غياب المناهج المدرسية منذ أربع سنوات غياب الكتاب المدرسي إلى الآن أربع سنين يعني لم يصلنا شيء من الكتاب استنفذنا كافة المخزون الموجود في المدرسة هناك بدائل يعني ببحث عنها الطلاب كتصوير بعض المناهج وكذا إلا أنها لا تفي بالغرض مشكلة أخرى تتعلق بانقطاع الرواتب عن المعلمين والمدرسين وهو ما أجبر الكثير منهم على ترك التدريس والبحث عن عمل يؤمن لهم لقمة العيش ما أضاف جهداً آخر على زملائهم واضطر الكثير من الأهالي إلى تحمل جزء من أعباء تدريس أبنائهم عدم توفر المدرسين بكثرة وإنما نقوم بتغطية الحصاص عن طريق بعض الزملاء وأيضاً بالنسبة للمرتبات طبعاً المدرسين لم يكن معهم مرتبات حد الآن نقوم بجمع 500 ريال أو 1000 ريال من كل طالب على أساس أن نقوم بتغطية المدرسين على أساس المعيشة يعني يوم يوفروا للمستلزمات المدرسية ويوم ما بش بسبب الوضاع الحالية والبلاد والمشاكل وتواجه العملية التعليمية في اليمن تحديات جسيمة تتركز في نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للمدارس وإعادة تأهلها وطباعة الكتب وتفتقر العملية التربوية أيضاً إلى توسيع ودعم الأنشطة الاجتماعية والدعم النفسي والصحي للطلاب والمعلمين على حد سواء وذلك للتخفيف من آثار الصراع وخصوصاً في مناطق تركز النازحين حيث ينتظر اليمنيون أن يستبدلوا أزيز الرصاص وهدير المدافع بصرير أقلام الرصاص ورائحة الدم والبارود برائحة الكتب والدفاتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر